موسيقى الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية شهداء غزا يتباوزون 27 ألف وأكثر من 66 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا مساعدة بقيمة 50 مليار يورو وزلينسكي يرحب بالقرار الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتشا نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي حيث أكد رئيس السيسي دعم مصر مؤسسات الدولة الليبية لتمكنها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية موسيقى استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد يونس المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذكر المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعض وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهريا لاستعادة الاستقرار في البلاد مستعرضا تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية وأوضح المتحدث الرسمي أيضا أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وموصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مصار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا اشتركوا في القناة للمزيد من المتابعة والتحية انضموا لينا عبر الهاتف السفير علي الحفني نائب وزير الخارجي الأسبق سيادة السفير أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصرية أولا أهلا بك سعدة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية ضيفا على شاشة التلفزيون المصري السابق كيف أن أهلا بك أهلا بك سعدة السفير هذا اللقاء يأتي في ظروف بالغة الدقة في المحيط العربي والإقليمي والدولي أيضا لكن ما نتحدث عنه في هذا التوقيت البالغ الأهمية هو أن اللقاء أكد على أن يكون هناك تحقيق لمصالح الشعب الليبي الشقيق وأن يكون القرار ليبي ليبي هذا ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ضيفي الكريم رئيس المجلس كيف ترى الأوضاع على الأرض في الجانب الليبي؟ هو ما فيه شك أنه فيه جمود في الموقف نعم وده جمود بيعكس استمرار تباعد المواقف ما بين الفرقاء المختلفين على الساحة الليبية رغم الجهود اللي بتبزى العالم في سواية الأخرى ومن ضمنها طور الكوار وفي مقدمتها مصر فيه جمود إنما فيه وضع راه مستقر نسبيا ساعة سفير علي كيف يمكن حال حالة الوضع الحالي وفك الجمود ولو بشكل وبصورة مؤقتة على الأصعدة كافة في الداخل الليبية أيضا في هذا الوقت الرهي ما فيه شك أنه الوضع محتاج تضافر جهود المجتمع الدولي مش بس الأمة بالمتحدة من خلال مبعوثة إنما الدول الفاعلة المختلفة اللي ليها مصالح أو قد بتبقى متعارضة داخل ليبيا أو مع ليبيا بالأهمية بمكان إنه يبقى فيه توحد في مواقفهم لأن ده بينعكس على الوضع الداخلي في ليبيا هذا شيء آخر الحلولة دون استمرار وضع تدخل خارجي في ليبيا ووجود قوات أجنبية على الساحة الليبية والاجتزام بالمقررات اللي تم التوافق عليها في الشهور والسنوات الماضية هناك دائما ما يعطل الاتزام بما يتم التوافق عليه للأسف إنه مصالح طيب سعد السفير لو تحدث بصورة أكثر تفصيلا عن أن الدولة المصرية منذ بداية التداخلات الدولية الحاصلة في المحيط الإقليمي والدولة مصرة على الحفاظ على قيمة وفكرة الدولة الوطنية بكل مجتملاتها وبكل ما تحويه الكلمة من معنى سواء كان الرأي وكان الدور المصري في القضية السورية وفي القضية اليمنية وفي قضية ليبيا وبالتحديد الدور المصري والرؤية المصرية التي صغاها وصغطها الدولة المصرية هي الحفاظ على الدولة الوطنية بكافة مجتملاتها العالم الآن قاب قوصين أو أدنى من حروب هنا وهناك في غزة وفي أوكرانيا وفي كل المحيطات الإقليمية كيف يمكن الوقوف على والسبات أيضا والبناء على ما تقدم من فكرة الحفاظ على الهوية وعلى الدولة الوطنية في أي قطر عربي كان ده اللي احنا بنأكده باستمرار ده موقف بيمثل أحد ثوارد سياسيتها الخارجية بالشكل عام إنما في هذه الحالة فيما يتعلق بدول الجوار سواء كانت ليبيا أو السودان أو غيره السيد الرئيس دائما بيأكد على إن مصر بتقف على مسافات متساوية مع الجميع لإن إحنا يهمنا إنه يتم استعادة اللحمة بين الأطراف الليبية المختلفة ومنحاول إن إحنا نأكد دائما على ضرورة وحدة التراب الإقليمي في ليبيا وتصديل أي محاولات لتجزئة أو تقسيم ليبيا وأيضا سون السربات العديد الموجودة في بطن الأرض في ليبيا لأنها ملك للشعب كل شكرة تقدير ضيفي الكريم سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق كنت معنا عبر الهاتف تعليقا على زيارة رئيس المجلس الليبي واستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا جزيلا لك أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد حيث اختتمت واختتمت عناصر القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمذلات فاعليات التدريب المصري الهندية المشارك إعصار 2 والذي نفذته مع القوات الخاصة الهندية واستمر لعدة أيام وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرميات غير النمطية التي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المستركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار ترجمة نانسي قنقر هذه سلسلة 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 يا رب انفعه عننا يا رب اضفرنا ان شاء الله قد نطلع من ارضينا غصب عنهم احنا اصحاب واوية اصحاب ارض اصحاب الوطن أكد وزير الخارجية سامح شكري على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2720 خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وك السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي انطلقاه الوزير شكري من النائب بمجلس العموم البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الضل عن حزب العمال المعارض الاتصال تطرق إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة ومخاطرها على مستقبل استقرار المنطقة وقد أعرب سامح شكري في هذا الإطار عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية محدرا من النتائج الوخيمة المترتبة على توسيع رقعة الصراع في المنطقة هذا وأكد الجانبين على أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم لحل الأزمة الرهنة من جذورها بشكل مستدام وأكد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة بإطار زمني محدد يسارف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألف وتسعة عشرة شهيد و66 ألف ومئة وتسعة وثلاثين مصاب منذ سابع من أكتوبر الماضي وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مضيفة أنه لا يزال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم المائة وثمانية عشر من العدوان هذا وقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات في قصف الاحتلال بمناطق متعددة من قطاع غزة في اليوم الثامن عشر بعد المائة من حربه الشاملة على قطاع غزة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين وممارسة وحشيته المعهودة في نسف المربعات السكنية وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها تزامنا مع استمرار حصاره للمشافي المتبقية واستهدافه لمبانيها ومرافقها سعيا لإخراجها من الخدمة ويقترب عدد الشهداء الفلسطينيين من سبعة وعشين ألف شهيد غالبيتهم أطفال ونساء بالإضافة لإصابة خمسة وستين ألفا ناهيك عن آلاف المفقودين تحت أنقاض البنايات ومع تواطر المجازر بحق المدنيين والتدمير الشامل للأحياء السكنية في غزة يزداد الوضع الإنساني تدهورا وأصبح الوضع كارثيا في مستشفيات خان يونس مما ينذر باستشهاد العديد من الجرح والمصابين نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانات الطبية بالإضافة إلى نفاذ الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحديدا على حي الرمال وتل الهوى دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى مستشفى الشفاء واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا منزلا في المخيم الجديد غرب النصيرات ودير البلح وسط القطاع بينما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي وقعت الشبكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعدد من المناطق في قطاع غزة وأفادت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت بقاضيفة مضادة للأفراد مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة في مربع صناعي غربي مدينة غزة بالتزامن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي شالداغ خسرت من المقاتلين داخل غزة ما لم تخسروا في جميع الحروب السابقة الله أكبر كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق المئات من المنازل داخل قطاع غزة بكل ما فيها من ممتلكات ونقلت عن ضابط من جيش الاحتلال تأكيدهم أن إحراق البيوت تحول إلى وسيلة تدميرية شائعة أفادت الجريدة بأن عمليات الحرق تمت بأوامر ضباط ميدانيين دون الحصول على الموافقات القضائية اللازمة كما أضافت أن بعض عمليات الإحراق كانت انتقاما من الجنود لمقتل زملائهم في الوحدة ذاتها اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالات استفزازية وأدوا تقوصا تلمودية كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلد القديمة والمسجد الأقصى المواطنين الفلسطينيين من الدخول مما تسبب في انخفاض أعداد المصليين للشهر الرابع على التوالي اعتبر المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن إيقاف الدعم عن منظمة الأمم المتحدة لغاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا هو إصابة جديدة تصيب الجهود الإغاثية والأممية والإنسانية وقال المسؤول الأردني أن وكالة الأنروا تقوم بجهد كبير ومؤسسي ومعترم في قطع غزة كما أنها وعدت بفتح تحقيق محايد في المزاعم التي طالتها ويجب انتظار نتائج التحقيق وليس مهاجمتها بهذا الشكل حذرت وزارة الخارجية الصينية من العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة بعد وقف تمويل الأنروا ودعت الخارجية الصينية إلى بدل الجهود لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مؤكدة أهمية استمرار الجهود الإغاثة الإنسانية وضمان سبل العيش لشعب غزة أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها إزاء قرار تعليق عدد من الدول تمويلها للأنروا أوضحت المنظمة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية وأضافت أن الهجمات المنتظمة على المرافق الصحية في القطاع غير مسبوقة قال مدير شؤون الأنروا في غزة توماس وايت قال إنه في الأيام القليلة الماضية طرت الأنروا إلى نقل عمليتها خارج مدينة خان يونس من الجزء الغربي من المدينة وأضاف وايت أن الأنروا فقدت عيادة صحية وملاجئ رئيسية ومرافق كانت تدعم سكان خان يونس في الأيام القليلة الماضية طرت الأنروا إلى نقل عمليتها خارج مدينة خان يونس من الجزء الغربي من المدينة لقد فقدنا عيادة صحية وملاجئ رئيسية ومرافق كانت تخدم سكان خان يونس موظف الأنروا جنبا إلى جنب مع سكان غرب خان يونس فروا إلى الضواحي بالقرب من الساحل وقمنا بإعادة تأسيس عملياتنا يمكننا أن نرى الناس هنا يسجلون للحصول على المساعدة وقد تم تسجيل 184 ألف شخص حتى الآن للحصول على المساعدة أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجيب ميقاتي إن بلاده تؤيد الحل السلمي في المنطقة خلال استقبالي وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون اعتبر ميقاتي أن الدول الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه وبحث الجانبان سبل إرساء التهديئة في الجنوب اللبناني والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب من جانبه شدد وزير خارجية بريطانيا على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية للحل يأتي ذلك بعدما التقى كاميرون قائد الجيش اللبناني حيث أعرب الوفد البريطاني عن دعم بلاده الجيش اللبناني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها لبنان ترجمة نانسي قنقر أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة سافير ياض منصور استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة مشيرا إلى أن موصلة إسرائيل عرقلت المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود المقدم إلى واحد وتسع مليون شخص تم تهجيرهم قسرا من منازلهم بما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فرنسا ورئيس الجامعية العام للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال عضوان الإبادة الجماعية في قطاع غزة في تحدي صارخ لأمر محكمة العدل الدولية وزعت الجزائر في مجلس الأمنة الدولية مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية هذا القرار ينص على رفض التهجير القصري للمدنيين الفلسطينيين مطالبا بوقف جميع الانتهاكات بما يجدد الدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى قطاع غزة وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء الزامية القرار لمحكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها وشك بها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار يتناقد مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة وسيؤثر ثلبا على دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على أساس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين وأضافت أن قرار مجلس النواب الأمريكي خطير ويمس حقوق الشعب الفلسطيني ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبا ويعترف بنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني تتجه الأنظار نحو الجهود الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية تقضي لإقامة الدولة الفلسطينية بما يضمن حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض سعيه لهدنة ممتدة في قطاع غزة على أن تكون لفترة أطول من الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي كان ذلك بجهود مصرية قطرية أمريكية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجه الأنظار نحو الجهود الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية تفضل إقامة الدولة الفلسطينية بما يضمن حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بجهود التهديئة أعلن البيت الأبيض سعيه لهدنة ممتدة في قطاع غزة على أن تكون لفترة أطول من الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي وكان ذلك بجهود مصرية قطرية أمريكية وسائل ولام أمريكية من بينها نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تضغط لوقف إطلاق النار في غزة لفترة كافية توقف العدوان العسكرية لإسرائيل مشيرة إلى أن المفاوضين الأمريكيين يرون أنه سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف الحرب بقواتها الحالية إذا ما تم التوصل لهدنة طويلة واستمرارا لنهجها المتعنت تجاه أي محاولات لوقف إطلاق النار في غزة تقف إسرائيل عقبة أمام الهدنة وهو ما أكده رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو الذي قال إن إسرائيل لديها خطوط حمراء من بينها أنها لن توقف الحرب ولن تسحب قوات الجيش من غزة ولن تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في تفريغ متعمد لأي اتفاق بشأن الهدنة وفي تفاعل منه للضغوط الداخلية المطالبة لإسرائيل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإعادة المحتجزين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو أنه أبلغ عائلات المحتجزين أنه يسعى لإقرار صفقة لا تضر بأمن إسرائيل وإن أدت لانهيار حكومته على صعيد الحل السياسي لمرحلة ما بعد الحرب وبعد تأكيدات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستبحث مع حلفائها مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة أشرت الخارجية الأمريكية إلى وجود عدة طرق للوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية لافتة إلى أنها تبحث مجموعة من الخيارات في هذا الصدد أيدت لجنة فرلمانية إسرائيلية افتراحا بعزل نائب يسارية من الكنسة بسبب دعمه للقضية جنوب إسريقيا أمام محكمة العد الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها بغزة سيجري تصويت لعزل عوفر كاسيف من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة في جلسة كاملة للكنسة إذ يتطلب الأمر تأييد 90 عضوا من أصل 120 لعزل النائب لم يحدد بعد موعد للتصويت أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في قرار أصدرت الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات لمنع إعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار يواصل مطار العريش الدولي استقبال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري وشهد المطار اليوم إجلاء عدد من المصابين لدولة قطر في إطار التعاون بين قطر ومصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين كما يواصل معبر رفح البري عمله في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحة والمصابين ومزدوجي الجنسية وللمزيد من التفاصيل حول المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين ينضم إلينا مراسل التليفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية دعنا في المشهد لديك وكلمنا عن استقبال مطار العريش للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول المختلفة للأشقاء الفلسطينيين بعد التحية بالطبع جهود مصرية مستمرة في تجهيز وإرسال واستقبال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة لكن أيضا دور كبير تقوم به مصر في التنصيق بين الدول المختلفة التي تريد إرسال المساعدات وأيضا علاج بعض المصابين نتواجد حاليا في مطار العريش حيث استقبال المساعدات الإنسانية وأيضا إجلاء عدد من المصابين لدولة قطر كما تظهر هذه الطائرة من خلف وهي الطائرة القطرية التي تقوم بإجلاء ما يقرب من 25-27 مصابا بالإضافة إلى 33 مرافقا لدولة قطر لعلاجهم بيئة المستشفيات وهذا يأتي في إطار التعاون الذي يتم بين مصر وقطر في دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء بالجهود السياسية أو حتى بالجهود الإنسانية وهو ما تحدث عنه ممثلي الهلال الأحمر القطري بتوجيه الشكر لمصر على تقديم هذا التعاون وتسهيل مهمة عملهم في إرسال المساعدات وفي أيضا نقل المصابين بسيارات الإسعاف المصرية ونقلهم عبر هذه الطائرة التي ستنطلق بعد قليل من مطار العريش متوجهة إلى دولة قطر أيضا المصابون الفلسطينيون أكدوا على شكرهم إلى القيادة المصرية والسلطات المصرية على ما رأوهم من اهتمام ودعم ومساندة منذ وصولهم إلى معبر رفع وحتى إقامتهم هنا في مدينة العريش وصولا إلى ذهابهم إلى معبر رفع البر وإلى دولة قطر وحالة الإصابات تتنوع ما بين الكسور في الأساق والرأس وبعض الإصابات الأخرى وبالتأكيد يعني هم تمنوا العودة إلى غزة مرة أخرى بعد انتهاء هذه الحرب وعودة الأرض المستقلة لأصحابها أيضا تتواجد على أرض مطار العريش طائرة إماراتية كانت قد وصلت مساء أمس ولكن ستنقل بعد بعض الأفراد الإماراتيين إلى دولة الإمارات كان على مثلها 13 طن من المستلزمات الطبية والأدوية وأيضا عشرة أفراد جميعهم سيذهب إلى المستشفى الميداني إلى قطاع غزة وهذا يتم أيضا بالتنسيق بين السلطات الإماراتية والسلطات المصرية في عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحديدا إلى المستشفى الميداني الإماراتي على الجانب الآخر أيضا معبر رفح لازال يواصل العمل ولم يتوقف في إدخال المساعدات الإنسانية نتحدث اليوم عن دخول 160 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 23 شاحنة إلى منفذ العوجة بالإضافة أيضا إلى استقبال الجرحة والمصابين حتى هذه اللحظة معبر رفح استقبال 21 مصابا بالإضافة إلى 25 مرافقا لهؤلاء المصابين فضلا عن الاستمرار في دخول شاحنات الوقود نتحدث عن دخول أربع شاحنات لألغاز وشاحنتين لأصنار وكلها جهود مصرية تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة جزيل شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا بباشرة من مطار العريش أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن وأفدت الهيئة بأن الانفجار وقع في مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة غربي الحديدة اليمنية دون وقوع أي أضرار صرح منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جزيل بوريل أن الاتحاد يعتزم إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر خلال ثلاثة أسابيع للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات قوات الحوثي في اليمن أضف بوريل أنه يطاقع أن يقرر زراء خارجية الكتلة الأوروبية المهمة عندما يجتمعون في 19 فبراير سبيديس أي الدرع اسم المهمة البحرية الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر خلال ثلاثة أسابيع للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن هدف المهمة هو حماية السفن فقط وأنها لن تشارك في أي ضربات عسكرية وستعمل فقط في البحر هذا هو الهدف حماية السفن اعتراض الهجوم دون المشارقة في أي نوع من الأعمال ضد الحوثيين فقط منع الهجمات إنها بالتأكيد مهمة حيوية تطلب من العديد من الشركات الأوروبية القيامة بذلك لأن أعمالها تعاني كثيرا بسبب الزيادة كبيرة في التكلفة وتضطر إلى الالتفاف حول أفريكيا حتى تصل إلى أوروبا وهذا يؤثر على التكاليف ومن ثم على التضخم لذا فمن الطبيعي بالنسبة لنا أن نحاول تجنب هذه المخاطرة مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أكدوا أن سبع دول في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم سفن أو طائرات ضمن المهمة بينما تعهدت بلجيكا بالفعل بإرسال فرقاطة ومن المتوقع أن تفعل ألمانيا بالمثل يأتي أعلان تشكيل مهمة البحرية الأوروبية الجديدة في وقت أعلن فيه صندوق النقل الدولي أن النقل البحري للحاويات انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد وذلك على خلفية التوتر في البحر الأحمر وأرغمت العديد من الهجمات أصحاب السفن على تجنب هذه المنطقة من خلال الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى آسيا وأوروبا على حساب زيادة تكاليف النقل وأوقات تسليم أطول أظهر المسح التابع لستاندرد أندبورز جلوبال أن الصناعات التحويلية في بريطانيا بدأت عام 2024 بأداء ضعيف مسجلة انكماشا لشهر الثامن عشر على التوالي يرجع ذلك إلى انخفاض الطلبيات وتأخير عمليات التسليم بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر في سياق متصل أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزاتو أن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر تهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي وتهميش الموانئ في جنوب أوروبا بالإضافة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش الموانئ على البحر المتوسط مشيرا إلى أن بلاده تدرس إرسال طائرات بمهام المراقبة وجمع البيانات بالإضافة إلى السفينة العسكرية التي ستزودها لمدة إثنتين عشرة شهرين سرح مسؤولون هنود بأن الهند نشرت ما لا يقل عن إثنتين عشرة سفينة حربية قرب البحر الأحمر لتوفير الحماية من القراصنة وأقامت بالتحقيق مع أكثر من مائتين وخمسين سفينة وزورقا في الوقت الذي تركز فيه القوى الغربية على هجمات قوات الحوثي المتحالفين مع إيران في اليمن لم تنضم الهند إلى قوة المهام التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر وليس لديها أي سفن حربية هنا لكن المسؤولين أعلنوا أن لديها حاليا سفينتين حربيتين في خليج عدن وما لا يقل عن عشر سفن حربية في شمال وغرب بحر العرب إلى جانب طائرات استطلاع أضافوا أن هذا هو أكبر انتشار للهند في المنطقة أشهد رئيس الأوكراني بمصادقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة لبلاده أوضحها زيلنسكي أن حزمة المساعدات الأوروبية الجديدة ستساعد على تعزيز قدرات أكرانيا الاقتصادية والمالية على المدى الطويل يأتي ذلك بعدما توصلت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الخميس حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات لأكرانيا كانت مجمدة سابقا بسبب رفض رئيس الوزراء المجري بيكتور أربعان قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأكرانيا وأضاف ميشيل أن هذا الدعم يضمن تمويلا سابتا وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به لأكرانيا عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة خاصة واستثمائية في بروكسل لبحث أوضاع العدوان الإسرائيلي على غزة بجانب الأزمة الأكرانية في قدون ذلك أغلق المزارعون الطرق لمنع الوصول إلى مقر اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية أغلق مزارعون في بروكسل الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي باستخدام ألف جرار زراعي يأتي ذلك فيما تساعت الدائرة الحصار الذي يفرده المزارعون في فرنسا رغم محاولات الفكومة تهدئة حراكهم الغاضب الذي امتد إلى عدة دول أوروبية للتنديد بسياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية أرباح منخفضة تضخم مرتفع منافسة غير عادلة مع المنتج الأجنبي خاصة الأوكراني ناهيك عن ارتفاع أسعار الوقود هذا هو ملخص وضع مزارع القارة العجوز أوروبا على مدى أيام عدة شهدت عواصم أوروبية تظاهرات مماثلة بالجرارات إلى أن باريس شهدت لأول مرة توقيف الشرطة نحو مئة مزارع بعد اقتحامهم منطقة تخزين رئيسية في باريس وهي أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم ونقطة إمداد مهمة للعاصمة الفرنسية كما قاموا بإغلاق العديد من الطرق السريعة المودية إلى باريس تحت لافتات الزراعة تحتضر يتوحد صوت ألاف المزارعين حيث لم تقتصر حركة الاحتجاج على فرنسا وحدها إذ شهدت كذلك ألمانيا وبولندا ورومانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال تظاهرات في الأسابيع الأخيرة في مواجهة هذا قدمت المفوضية الأوروبية تنازلات حول أمرين يثيران استياء المزارعين فقد اقترحت بنسبة لعام 2024 منح يعفاء جزئي من إراحة الأرض الإلزامية التي تفرضها السياسة زراعية المشتركة وبحث آلية للحد من الواردات الأوكرانية وخاصة الدواج الرد جاء من النقابات الزراعية في الاتحاد الأوروبي بأن الإعفاء متأخر ويظل محدودا ويرى المزارعون أن السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة منفصلة عن الواقع وأن الدعم الأوروبي الواسع لأوكرانيا يؤثر على مصالحهم وسيسعى الاتحاد الأوروبي إلى محاولة علاج هذه الاحتجاجات خاصة وأن انتخابات البرلمان الأوروبي على الأبواب في يونيو القادم ينتظر الأمريكيون صباق انتخابات الرئاسة والذي يشتعل بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في منافسة شرسة ما بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب تخشى الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من فشله في الفوز في الانتخابات القادمة بسبب دعمه لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة خاصة بعد انخفاض دعم الأمريكيين من أصول عربية إلى 17% من 59% في عام 2020 تصاعد الغضب العربي الأمريكي من موقف إدارة الرئيس جو بايدن مما يحدث في غزة له تأثيره الملموس على السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض ويتصلت الضوء الآن على ولاية ميشيغين حيث يمثل العرب الأمريكيون 5% من الناخبين جو بايدن في محاولة لاستمالة الناخبين يقوم بزيارة إلى الولاية وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من سفر مدير حملة بايدن الانتخابية إلى مدينة ديربورد أكبر تجمع للأمريكيين العرب في الولايات المتحدة حيث قُبل هناك بالتجاهل من رئيس بلديتها وأظهر تحليل أجرات رويترز لبيانات المدن أن نحو 70 مدينة أمريكية منها شيكاغو وسياتل أصدرت قرارات يدعو معظمها إلى وقف إطلاق النار في غزة من هذه القرارات صدرت 14 قرارا في ميشيغين وحدها فيما جرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا وأظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر الماضي أن دعم الأمريكيين من أصول عربية لبيدن انخفض إلى 17% من 59% في عام 2020 وحذر محللون من أن الإحباط من بايدن محليا قد يضر به في صندوق الاختراع من خلال ضعف الإقبال على الرغم من أن الكثير قد يتغير قبل انتخابات الخامس من نوفمبر وطلب بايدن من الكونجرس مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل واستخدمت حكومته حق النقض مرات عدة ضد دعوات في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار مما جعل العديد من العرب وذوي الأصول الشرق أوسطية يشعرون بخيبة أمل من الحزب الديمقراطي يواصل معرض الكتاب في أسبوعه الثاني استقبال محب ثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية وشارك اليوم في عدد من الددوات شباب مبادرة أهل مصر التي تحظى هذا الأسبوع بوافر من الورش التثقيفية والتدريبية برعاية وزارة الثقافة وللمزيد معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية دعنا في المشهد لديك وأيضا مدى الإقبال وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل ما زال معرض الكتاب في أسبوعه الثاني يستقبل رواده من المثقفين وأيضا من الشباب ومن الكبار ومن العائلات إما لي شراء الكتب المختلفة إما كتب الدينية الكتب الثقافية الكتب المعرفية الكتب العلوم أو حتى لي مشاهدة بعض النشاطات المختلفة المشاركة في هذه النشاطات إما للأطفال أو حتى لي الشباب بشكل عام ولكن أيضا جزء من هذا المعرض هي الندوات الثقافية والندوات التفقيفية المختلفة التي يحضرها رواد هذا المعرض نتحدث اليوم عن واحدة من أهم الندوات وهي ندوة استعادة طاها حسين واستعادة طاها حسين ليس استعادة الشخص ولكن استعادة الثقافة استعادة الفكر استعادة التنوير استعادة بشكل عام الأراء المختلفة ومحاولة بناء الشخصيات الأدبية المصرية على شكلة حسين على تبيل المسائل ولكن أيضا على شكلة الأدباء المصريين المختلفين هذه الندوة في الصالون الثقافية التي استمرت بدأت من الحادية عشر صباحا وازالت مستمرة حتى الآن مقسمة على عدد من الجلسات ولكن أيضا من أهم مجاء اليوم هي شباب أهل مصر هذه المبادرة الرئاسية لتجمع شباب مصر من ست محافظات حدودية مختلفة من مرسى مطروح من أسوان من الوادي الجديد وعدد كبير من الشباب الذين يشاركوا ما يقرب من مئة وعشرين شاب وفتاة يشاركون بالفعل في عدد من النشاطات هذا الأسبوع هذه النشاطات إما نشاطات خاصة بالقراءة توفير كتب بأسعار رمزية لهؤلاء الشباب أيضا مشاركة في نشاطات حرفية ويدوية مشاركة في نشاطات ترفيهية مشاركة في نشاطات أيضا خاصة بالموسيقى والثقافة الموسيقية بشكل عام جاءوا اليوم بحضور وزيرة الثقافة التي أهدتهم اليوم دفعة صغيرة من الكتب ووعدوا هؤلاء الشباب وزيرة الثقافة اليوم أن تكون هذه الكتب هي النبتة الرئيسية لبناء المكتبة الكبيرة الخاصة بهم للمستقبل هؤلاء الشباب تحدثنا معهم وتحدثوا عن فرحتهم وروعت هذا المعرض بد وجهة نظرهم نظرا لتنوع الكتب تنوع المعارب المختلفة وأيضا مشاهدة هذه النشاطات ولكن أيضا بالإضافة لشباب أهل مصر الذين شاركونا لمدة أسبوع في معرض الكتاب هناك أيضا أجنحة داخل معرض الكتاب خاصة بالكتب وهناك أجنحة خاصة بالحرف اليدوية المصرية التي تكون موجودة في هذا المعرض وعدد كبير من رواد المعرض بعد أن اشتروا الكتب الخاصة بهم قاموا بزيارة هذه الأجنحة الخاصة بالحرف اليدوية وبعد ذلك قاموا أيضا بالتصويق بشكل مباشر وغير مباشر التراث والفكر المصري وما يتطفق ويتصق مع فكرة الهوية المصرية التي هي بالطبع شعار هذا المعرض هذا العام كريم ذكرت أن هناك شباب من محافظات مصر المختلفة كانوا يشاركون وبالفعل يشاركون في هذه الندوة اليوم الندوة الخاصة بتها حسين لكن ماذا عن الأعمار السنية المختلفة؟ هل هناك تواجد لكبار السن والأطفال أيضا في المعرض؟ بالطبع هناك تواجد كبير وتنوع كبير في الفئات العمرية في معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين رأينا أطفال حتى مردات من ثلاث سنوات يحضرون هنا هذه الندوات الترفيهية البسيطة ولكن أيضا الأطفال الترفيهية الكبيرة كما ذكرت ومثل استعادت طه حسين كان هناك عدد من الشباب عدد من أيضا المختصين في الأدب العربي والأدب المصري كان هناك أساتذة من التاريخ أساتذة للغة العربية أيضا بالإضافة لبعض العائلات التي جاءوا ليحضروا هذه الندوات بالإضافة لذلك هناك أيضا رصدنا يعني بعض الكتاب الصغيرين هناك كتاب لقصص وروايات صغيرة لم يتخط أعمارهم عشر سنوات وربما إحدى عشر عاما كانوا متواجدين أيضا اليوم ليحضروا هذه الندوات وحسب تعبيرهم عندما تحدثنا معهم فوجودهم في مثل هذا المعرض الدولي هي فرصة كبيرة إما لنهل عدد أكبر ونسبة أكبر من المعلومات الثقافية المختلفة تؤهلهم بعد ذلك للكتابات أكبر أو حتى بشكل عام للمشاركة مجرد المشاركة في معرض الدولي فهو يطيح لهم فرصة تصويقية كبيرة لأعمالهم بشكل عام جزيل الشكر لك كريم بيبرس كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغدائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير من عام 2024 وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ضمن جهود الدولة لتوفير السلع المدعمة للمواطنين بدأت المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة في صرف الحصص التموينية من المواد الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر فبراير ضمن مقررات التموين السلع كلها بتاعت التموين متوفرة ما فيش أي مشكلة فيها ولا فيها زيادة أسعار ولا فيها أي مشكلة في نقص في منتج السكر موجود و12 جنيه و60 قرش وده سعر استرشادي مش المواطن ما يدفعش ثمنه إذن الزيت بـ 30 جنيه والمواطن ما يدفعش ثمنه سعر استرشادي بعد كده بقى بيقب بقى يعني من الوالون مجازة بتاعة أربعة أفراد بيأخد أربعة زيزة زيت وأربعة كيلو سكر وبيد فلوسه بيأخد بها بيأجي المنتجات اللي هو عايزه بقى اختياري عملية صرف الحصص التموينية تأتي مع تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقبية التابعة للوزارة للمرور بشكل دوري على كل الأسواق لمتابعة انتظام عمليات الصرف عندنا كل المنافذ تعمل النهاردة عندنا أكثر من 30 سلعة تمونية موجودة داخل منافذ تلك السلعة التمونية كلها تعمل المواطن بيتقدم ببطاعته يأخذ السلعة التمونية على حسب عدد أفراده الأسعار سابتة زي ما هي دون تغيير في أي سعر سكر ب12 جنيه واستنارش نزيل ب30 جنيه فميش تغيير في سعر أي سلعة منافذ تموين بالجيزة شهدت إقبالا من المواطنين ضمن 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية مع ضخ السلعة الغذائية بالشركات التابعة لوزارة التموين وترحها للمواطنين بأسعار مخفضة ترأس وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي وأكد وزير البترول أن الجهاز نجح في التأسيس لمفهوم سوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في إيجاد التوازن بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وفتح السوق لدخول القطاع الخاص للاستثمار نظمت كل من جمعية رسالة الأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية ضمت عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية بنشارك النهاردة في قفلة راعي مصر بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي داخل محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جمعية رسالة بنقدم قفلة تببية كاملة متكملة فيها ست تخصصات لأهلين الأولى بالرعاية داخل محافظة إسماعيلية دعما من جمعية رسالة للأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة النهاردة احنا بننفس قافلة طبية متنقلة بالتعاون مع جمعية رسالة داخل مقر بتاعها القافلة بها تخصصات رمض فيها انفوزم فيها عظام فيها جلدية فيها رمض احنا بنحاول نوصل للمستفدين في جميع انحاء الجمهورية وداخل محافظة الإسماعيلية بالأخص بنوصل لهم أفضل خدمة متنقلة في اطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين تشنت مصر المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة وذلك لتوفير مستوى معيشي لائق بالمواطنين بالمجتمعات الريفية واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بخطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأشترك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ختام نشرة السالسة قدمناها لكم من التلفزيون البصري شكرا لطيب المتابعة الكريمة مشاهدي الكرام وادمتم في امان الله الى اللقاء